السلام البنات كديري لبس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا هاد القناة اليوم مع فيديو جديد نصائح مهمة بزاف لأي سيدة تنتظر الانجاب أي سيدة متأخرة في الحمل فحاولي تسنطل هاد الفيديو وتلخر باش هاك تستفدي من هاد النصائح وكذلك باش تحيد عليك القلق والتوتر اللي كيجيك من مرة أخر الانجاب ديالك فإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة مرحبا بيك معك نورة من قناة عالم نورة للوصفات نتمنى هاد المحتوى ديالقناتين الاعجاب ديالك اشتركي معنا إلا لقتي أن هاد المعلومات غير فيدوك وكذلك فعلي خاصية الجرس كذلك نتمنى منكم البنات توصلوا لهاد الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش هاك كي يوصلوا هاد النصائح لجميع السيدات اللي عندهم مشاكل في الانجاب فهاد النصائح هادو غادي يساعدوك بزاف وبشكل يعني بشكل فعال باش يحدث عندك حمل بسرعة إن شاء الله فبلا ما تتجهي لوحد الفكرة ديال الحق المجهري أو أطفال الأنابيب فبزاف ديال السيدات من اللي كيتأخر عندهم الانجاب كيحاولوا تفكير ديالهم كيمشي يعني كيتشووش وكيبدأوا يفكروا في أطفال الأنابيب في الحق المجهري هاد العمليات هادو اللي كيكونوا غالين ومكلفين ولما نجحوش كتقد سيدة تصيب من موراهم بالإحباط وبالتالي كيزيد يتأخر عندها الحمل فأول نصيحة هي الجماع الكثير الجماع الكثير تبتلت الدراسة بأنهم زيان بزاف وهو يعني اللي كيقدر يعلينا فرص الإنجاب كل شهر فإلى قدروا الأزواج تكون عندهم علاقة منتظمة ويعني بصورة بوتيرة يعني كل يوم يلقدوا فهذا غادي يزيد يعليهم من فرص الإنجاب واتلقح لهم البويضة بشكل مضمون إن شاء الله كما كان عارفوا بأن الأزواج من اللي كيكونوا في شهر العسل معدل جماع كيكون كتير وبالتالي سيدات كيحملوا مباشرة من بعد الزواج ولكن إلا ما كانش ممكن يكون الجماع كل يوم يكون يوم آه يوم لا فهكاته هو غادي يزيد يعلينا من فرص الحمل الهدف من الجماع المنتظم هو أن السيدة الجسم ديالها يتعود على الحيوانات المنوية وما يعتبرهاش جسم غريب فإلا كالجماع بصورة بوتيرة يعني منتظمة الجسم ديال السيدة غادي يتعود على الحيوانات المنوية ديال الزوج ديالها وبالتالي ما غايبداش يرفض دوك الحيوانات المنوية وغاي يعتبرها جسم غريب بالعكس غادي يتقبلها وغادي يحدد الحمل إن شاء الله فعلود هاد الشيء ضروري من الجماع يكون بصورة منتظمة وكنت لب منكم كذلك عدم تحديد أيام معينة للجماع بزاف ديال الأزواج كيبدو يحددوا الأيام اللي غادي يمرسوا فيها العلاقة الحميمية وهذا الأمر هذا هو خطأ ضروري ما خاص طبيعة لعب دور كبير في هاد المسألة هادي حيث إلا حددتي الأيام المحددة للجماع غادي تحطي الزوج ديالك وفي واحد الموقف يعني من التوتر ومن القلق في موقف غادي يكون ستريس بينتكم وغادي يوتر العلاقة بينتكم وغادي تولي من علاقة حميمية العلاقة لأداء واجب يعني مجرد واجب فقط هاد المسألة خطيرة بزاف اركزوا عليها ما تعتمدوش على الأيام محددة طيلة الشهر يعني حاولوا تخليوا الأمور تمشي بصورة تلقائية وطبيعية إذن ضروري هاد المسألة اللي قد لكم إلا قدرتيها غادي تأثر لكم على العلاقة الزوجية ديالكم وأكيد الزوج غادي يتأثر بزاف وغادي يعتبر راسه وسيلة للإنجاب فقط فضروري خليوا الأمور تكون طبيعية وتلقائية كما قد لكم ماشي ضروري وضعية معينة كل أوضاع كتأدي للحمل بإذن الله ماشي ضروري النوم على الظهر لمدة طويلة يعني كنسمعوا بزاف ديال النسائك يقولوا بأن خاصك تبقى ينعسى على الظهر ديالك مدة ساعتين ثلاثة ساعات هاد الأمر خطأ يعني ربع ساعة أو نصف ساعة السيدة تنام على الظهر ديالها كافية جدا لحصول الحمل من مرضك ربع ساعة ونصف ساعة السيدة تمارس الحياة ديالها عادية يعني ما كيكونش المشكل تاني حاجة أو تاني نصحة وهي إنقاص الوزن إنقاص الوزن وخما عندك شتكيوسات غادي ساعدك إنقاص الوزن باش تحملي عادي يعني بزاف ديال السيدات كيكون عندهم وزن زائد كيكون هو السبب في تأخير الحمل ضرورة نقص الوزن ديالك إنقاص الوزن غادي يخلك يعني تخلصي من الدهون ديك الدهون اللي كتكون موجودة في الجسم ديالك كتتحول من هرمونات أنتوية الهرمونات دكورية دك الشي باش كنشوفوا السيدات اللي عندهم وزن زائد كيكون عندهم الشعر بزاف في الجسم ديالهم فإنقاص الوزن غادي يساعدك بشكل كبير وغادي يحسن من جودة البويضة وبالتالي غادي يسرع من حصول الحمل يكون طبيعي إن شاء الله فحاولوا اللي عندها وزن زائد وتأخر في الحمل تنقص الوزن ديالها كل ما وصلتي الوزن الطبيعي كل ما علتي من فرص حدود الحمل عندك إن شاء الله كذلك نصحة الثالثة وهي تحليل الزوج كيف ما كان عرفوا بأن تحليل الزوج مهم بزاف في تحاليل تأخر الإنجاب كان استغرب بزاف من سيدات يعني دازع للزواج ديالهم سنة والطبيب ما طلبش منهم تحليل لسائل منوي للزوج ديالهم أو الزوج ما كيبغيش يدير تحاليل بحكم أنه راجل والرجل عيب يدير ها التحاليل هادو فكن استغرب بزاف من هاد المسائل هادو كينشي أزواج كيكون عندو مشكل بسيط يعني في الزوج ديالها كيكون عندو مشاكل وكيتعالج والعلاج دياله راس سهل بزاف وفعال وضروري تحليل يدير في معامل خصوبة ما شيف مختبرات للدم حيث كيكون دقيق أكتر وأهم حاجة في تحليل تقرأ العدد الحركة والتشوهات فإلا دازع الزوج ديالك التحليل أطلع مزيان راه مزيان ولا طلع عندو شي مشكل راه كيتعالج والعلاج دياله كيما قلت لكم ساهل بزاف رابع حاجة وهي انتظام تبويد أهم حاجة هو عمل صنار أو إيكوغرافي باش تعرفي واش التبويد عندك منتظم أو لا وكذلك خاص يكون عندك أعراض التبويد كل شهر مهم بزاف تعرفيها دي ما كنقولها لكم في الفيديوهات يعني ضروري خاص يكون عندك ألم أسفل البطن من الجانبين يعني من واحد الجانب كذلك ارتفاع حرارة الجسم الإفرازات اللي كتزيد بزاف أثناء التبويد تهي خاصها تكون عندك خامس نصيحة وهي الأشعة بالسبغة هاد الأشعة هدي مهمة بزاف باش كنطمنوا على الرحم بالصنار أو يعني كنطمنوا على الرحم بالأشعة باش كنعرفوا بأن ما كنش نسيداد في قنوات فالوب يعني ممكن نشوفوا الرحم بالصنار أو إيكوغرافي المابايد كذلك تهو ما كيبانوا بالصنار ولكن الأنابيب ما كتبانش غير بالأشعة بالسبغة يعني الأنابيب كيبانوا واش مفتوحين أولا لا خاسكم تعرفوا بأن الأشعة بالسبغة من اللي كيكدر داك السائل كيقدر يحلنا إلا كان عند سيدة شين سيداد بسيط كيقدر يعالجو وبالتالي كيحدث الحمل طبيعي سادس نصيحة وهي الرحم باش نعرفوا واش الرحم ديال السيدة طبيعي ولا لا ضروري خاصها تدير السنار وباش تعرف كذلك واش ما فيهش أورام لي فيها أهم حاجة لتجي الدير الإيكوغرافي ديروا السنار من المهبل كيكون أفضل بكثير من السنار عن طريق البطن حيث بزاف ديال السيدات كيطلبوا يدار لهم السنار غير من البطن فقط ولكن السنار المهبلي كيكون عنده دور فعال وكبير بزاف كذلك تحاليل الدم هي سابع نصيحة ضروري تدير هرمونات يعني تحاليل ديال هرمونات التبويد هرمونات البرولاكتين كذلك هرمون الغدد الدرقية أهم حاجة مخزون المبيض ضروري تعرفي شحال عندك من البويضات في خزان المبيض باش هك تعرف السيدة واش الفرص ديالها في الحمل الطبيعي كتكون عالية ولا لا وبالتالي تعرف الاتجاهات اللي ممكن تتجه لها من بعد هاد التحليل ديال مخزون المبيض كذلك النظافة الشخصية هي تامي النصيحة وعلاج الالتهابات باش ما تطلعش لها الالتهابات الأنابيب وبالتالي ما يكونش الحمل فضروري تهتمي بالنظافة ديالك الشخصية كذلك تاسع نصيحة وهي الصبر 85-90% غد يحدث عندهم حمل خلال سنة من الزواج ولكن القلق الزائد كيأخر لك الحمل ديما ديري في بالك الأشياء الجميلة رهك تبغي الوقت الصبر كيساعد بالزفع للحمل 10 نصيحة وهي اختيار طبيب يكون مناسب مشي أي طبيب نتمنى هاد الفيديوين الاعجاب ديالكم الى عجبكم بحل ديما ما تنسوش اللايك